الضايت للجسم التنسولي والجسم النخامي بنركز فيه في الأكل هنقوله سريع وهنعرضه على الشاشة بعد كده الضايت بيبقى باعتمد في الفترة الصباحية على نوعية بروتين يأما بيت يأما منتجات ألبان يأما بنعيد عنها بالجبن اللي هي اللايت أو الجبنة الأريش يبقى عندنا الفترة الصباحية الفطار في الجسم الدرق والنخامي بيكون فطار سابت الفطار مع نفس الفطار باخده بكرره تاني في نفس العشاء يعني يأما اتنين بيضة مسلوقة أو اتنين قطعة جبن ما قط عليها غضار يأما اتنين علبة زبادي مع خيار نفس اللي هاخده في الفترة الصباحية في الفطار هكرره في العشاء إذا أخدت بيت في الفطار هاخد بيت في العشاء إذا أخدت زبادي في الفطار مع خيار هاخد زبادي في العشاء إذا أخدت جبن في الفطار هاخد جبن في العشاء طيب وجبات الغداء عندنا بيبدأ هو باعتمد فيها على البروتين الحيواني أكتر زي يعني أي نوعية بروتين هنقترها يا إما فراخ أو المتاح لنا يا إما سمك يا إما تونة يا إما لحمة يا إما جبن أو بيت تاني يا إما اللي هو الفول النباتي ما فيش مشكلة خالص هاخده مع طبق شربة خضار شربة خضار بتتكون من جميع أنواع الخضار مع هذا البطاطس والأس قلنا قبل كده وممكن أعمل خضار دي سوتي بالشرطة أعمله شربة خضار ممكن أعمله سوتي مع صلطة خضرة صلطة الخضرة بتتكون من الخضار بشكل عام يعني ما أقولش الطماطم دي صلطة لا أنا أقول صلطة خضرة يعني أي حاجة لونها أخدر أحطها في الصلطة طيب الضايت قلناه ممكن كل يوم أنواع يعني أخد في واجبة الغداء نوع بكرة أخد نوع تاني بعده أخد نوع تالت يعني أخد في كل واجبة ممكن أخد في كل يوم نوع مختلف وممكن أثبت الأسبوع كله على نوعية واحدة طيب بالنسبة ده للضايت المناسب للجسم الدرقي والجسم النخامي طيب أنا لازم أحفز الجسم ده علشان يفقد وازد علشان ينشط الأيدي في الجسم يعني نشط متابوليزم الجسم علشان يتيح لي النزول بسهولة طيب هنشطه إزاي؟ هنشطه بمشروبات مساعدة وهنشطه برياضة طيب إيه الرياضة المناسبة للجسم الدرقي والتناسولي؟ أنا ببدأ أخد رياضة الرجل يوميا يعني أنا همشي يوميا ماشي سريع لمدة 15 دقيقة مع دراجة سابتة مع ممكن استباحة ده خاص بالجسمين وممكن طلوع سلم درج سلم ونزول درج سلم طيب أنا باعتمد في الرياضة يعني أنا حابة أوضح جزئية الكل ممكن يستفيد منها أنا مش عايز أجهد الجسم يوميا يعني أنا بدأ معمل مثلا خلال الإسبوع من 4 إلى 5 مرات أو 3 إلى 4 مرات رياضة في المرة الواحدة في اليوم أمارس من ساعة ونص لساعتين لا أنا كده باجهد الجسم وهاجه مش هدوم على كده لا أنا ممكن أخد يوميا ربع ساعة أو نص ساعة من ربع نص ساعة رياضة خفيفة نبدأها بالماشي أو الجاري ممكن نتطرق زي ما قلت لكم للدراجة السابتة ممكن للسباحة ممكن لطلوع درج سلم أو نزول درج سلم كلها حاجات مش محتاجة أماكن متسعة عشان نمارس طيب ونقدر برضو نمارس اللي هي الرياضة اللي بتقويلي بالنسبة للجسم النخامي اللي هي بتقويلي عضلات الكتفين مع عضلات الأرجل معنا اشتركوا في القناة